باتت المباراة المرتقبة بين المنتخب المغربي لكرة القدم ونظيره للكونغو برازافيل مهددة بالإلغاء في ظل تواتر أخبار تفيد بأن اللاعبين الكونغوليين رفضوا السفر إلى المغرب صباح اليوم الأحد التاسع من يونيو الجاري بسبب تملص الاتحاد الوصي على الكرة في بلادهم من أداء مصاريف سفرهم وأشار التقارير إعلامية إلى أن هؤلاء اللاعبين يرفضون السفر إلى المغرب بعدما أبلغوا بأنهم مدعوين لتأمين مصاريف تذاكر العودة من المغرب إلى بلادهم من جيوبهم وكان من المبرمج أن تصل الطائرة التي تقل بعثة منتخب الكونغو برازافيل إلى المغرب صباح اليوم الأحد تزامناً مع طرح تذاكر المقابلة المرتقبة الثلاثاء المقبلة بأكادير غير أنها لم تقلع بسبب احتجاج اللاعبين وفي ظل هذه التطورات المفاجئة يبقى مصير المباراة المقررة بين منتخب الكونغو برازافيل ونظيره المغربي برسم الجولة الرابعة من إقصائيات المجموعة الخامسة للمنطقة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكانت الجامع الملكية المغربية لكرة القدم قد توصلت بإشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يفيد بإجراء هذه المباراة بالملعب الكبير بمدينة أكادير يوم الحادي عشر من يونيو الجاري على الساعة الثامنة مساء بدلاً من ملعب الشهداء بكينشاسا بالكنبو الديمقراطية